السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وقبلية أمور الصف الأول الأعدادي إن شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر الوحدة الحداشر طيب زي ما عملنا قبل كده وزي ما تعودنا تلاقيني سايب لك فيه صندوق الوصف رابط الرابط ده موجود فيه شرح قاعدة الوحدة الحداشر بالكامل نبدأ مع بعض شرح أسئلة اليونت السؤال الأول طيب بيقول هنا slow and quick slow يعني بطيء quick يعني سريع خلي بالك بقى بيقول كلمة بطيء وكلمة سريع فيه بينهم ايه طبعا دول عكس بعض عايزة اقول بقى عكس أو مضاد دي اسمها فأول إجابة عندي هتبقى بعد كده بيقول كلمة remember اللي هي معناها يتذكر خلي بالك بقى كلمة يفتكر وكلمة ايه بيكون لهم نفس المعنى طالما قال لك نفس المعنى يعني عايز حاجة بتسويها طيب اللي بيسوي عندي كلمة remember هي كلمة recall معناها برضو يفتكر أو يتذكر طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا بيقول لاحقة اللي بتغير كلمة danger خلي بالك الى صفة طالما الى صفة يبقى نحط لها في الاخر علشان تبقى اللي هي خطير الصفة يعني اللي بعده بيقول خلي بالك بقى كلمة keep يعني يحفظ وكلمة ايه بيكونوا عكسة بعض هنا طالب عكسها عكس keep هي كلمة lose اللي هي برضو معناها يخسر او يفقد فاقوله هنا lose الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا بيقول لك هنا البلاستيك بيكون ايه؟ علشان كده يعني الحيونات البحرية والطيور بتموت لما بتاكلوا طالما بتموت يبقى البلاستيك ده مادة سامة كلمة سام بقى دي اسمها poisonous فاقوله هنا plastic is poisonous اللي هي يعني معناها سام الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا the نقط is everything around us طيب بعد كده بيقول we must keep it clean خلي بالك بقى كل شيء حولنا يبقى ده البيئة كل حاجة حولنا لازم نخليها نظيفة طبعا ده تعريف ليه كلمة بيئة البيئة دي اسمها environment اللي هي كل حاجة حولينا يعني فاقول هنا environment بعد كده بيقول the biggest sea animal in the world خلي بالك برضو بيقول لك ايه هو اكبر حيوان بحري في العالم طبعا دي معلومة مهمة جدا اكبر حيوان بحري اللي هو whale whale اللي هو الحوت يعني السؤال اللي بعده بيقول هنا نقاط is poisonous it stinks you when you touch it طيب خلي بالك بقى بيتكلم هنا عن حيوان سام الحيوان ده يلدغك لو لمسته خلي بالك بقى الحيوان اللي ممكن يلدغ ده انديل البحر انديل البحر اللي هو jellyfish فاقول هنا jellyfish اللي بعده بيقول هنا the animal that has a hard shell to protect it is called a الحيوان اللي بيكون عنده صدفة او محارة قوية كده علشان تحميه طبعا ده السلحفة بتكلم هنا عن السلحفة اللي هي turtle السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب بيقول واحد من اخطر الحيوانات البحرية في المحيط طبعا ما قالك حيوان بحري خطير يبقى ده shark shark اللي هو طبعا سمكة القرش واللي بعده بيقول هنا the whales which are heavy sea animals hit with their big a طيب بتكلم على الحيتان بيقول ان هي ممكن تضرب باي يعني طبعا عايز اقول ان هي ممكن تضرب بزيلها الكبير يبقى هنا اقول له big tails كلمة tails اللي هي معناها زيل يعني او ازيال بعده كده بيقول we mustn't throw not in the streets it's harmful طيب لا يجب انك انت ترمي ايه بقى في الشوارع ده بيكون ضار جدا طبعا ضار يبقى ترمي قمامة القمامة دي اسمها ربش فاقول هنا throw rubbish بنفعش ترمي قمامة في الشارع بعده كده بيقول a jellyfish will not you have you touch it طيب انديل البحر عايزون ان هو هيلدغك لو لمسته طيب كلمة يلدغ دي اسمها sting فاقول له هنا will sting واللي بعده بيقول هنا my noot hurt me i need to visit the dentist طيب اللي بيقلمني انا محتاج ازور طبيب الاسنان طالما قال لك دكتور السنان يبقى طبعا اسناني تقلمني اسنان دي اسمها تيس اللي بعده بيقول هنا the hard part on the outside of a turtle not etc is called a طيب بيقول هنا جزء صلب بيكون يعني خارج السلحفة او المكسرات اتسترا الى اخره ده بقى بيسمى ايه خلي بالك السلحفة والمكسرات كل دول عليهم طبقة صلبة اسمها shell اللي هي طبعا طبقة الصدف او المحر دي طبقة خارجية صلبة طيب بعد كده نكمل مع بعض بيقول هنا نقاط are objects like the earth that go around the sun بيقول كمان اشياء زي الارض كده بتدور حول الشمس طبعا الحاجات دي بيتكلم هنا عن الكواكب كواكب يعني planets بده تعريف ل planets الكواكب طيب بعد كده نكمل مع بعض بيقول هنا to not means putting something you don't need somewhere طيب ايه اللي معناه انك انت تضع حاجة انت مش محتاجها في مكان ما طبعا انت كده بترمي الحاجة دي او تتخلص منها طيب ده تعريف لكلمة يرمي اللي هي throw away يبقى هنا اقول له throw away يعني يرمي او يبعد الشيه ده بعد كده بيقول after running I نقط off my clothes and have a shower طيب بعد الجاري او التمرين انا بخلع ملابسي واخد shower طيب كلمة يخلع ملابسه دي اسمها take off يبقى بقول له هنا take off واللي بعده بيقول the octopus swims fast when it's not danger طبعا الاخطبط بيسبح بسرعة لما بيكون فيه خطر كلمة فيه خطر دي اسمها in danger فاقول له هنا in الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيبدأ يمرني على سؤال المحادسة ويهي اهم الكلمات في الوحدة الحداشر طيب نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا where did you go yesterday بيسأل يعني رحت فين مبارح قال له في الاجابة I went to the spot طيب طالب منك بقى انك تكتب مطحف الاحياء المائية عايز يقول له ذهبت الى مطحف الاحياء المائية طبعا ده اسمه aquarium طيب السؤال ده ما بيجيش في الامتحان بالشكل ده ولكن خلي بالك دي اهم كلمات لازم تكون حافظها يبقى اول حاجة اقول له aquarium بعد كده بيقول what did you see there بيسأله اللي انت شفته هناك قال له I saw طالب منك بقى تكتب كلمة حيوانات بحرية طبعا دي اسمها see animal يبقى هتقول هنا see animals يعني حيوانات بحرية زي ما قلتلك السؤال ده اهميته انه بيمرنك على الكلمات طيب بعد كده نكمل مع بعض محادثة ثانية بيقول هنا why are you collecting plastic from the beach بيسأل ليه بتجمع البلاستيك من الشاطئ قال له because it's a نقط عايز كلمة سام بيقول له ان البلاستيك يعني بيكون سام كلمة سام دي اسمها poisonous كلمة مهمة جدا ولازم تحفظها فهتقول هنا because it's poisonous علشان هو يعني سام اللي بعده بيقول هنا why does plastic damage the نقط ليه البلاستيك عايزه بيدمر البيئة كلمة البيئة بقى دي اسمها environment طبعا كلمة مهمة جدا ولازم تحفظها يبقى هنا هكتب له كلمة environment اللي هي يعني البيئة طيب بعد كده قال له because it's a نقط in it for a long time هزيقول بسبب انه بيبقى او يظل لفترة طويلة طيب كلمة يبقى او يظل دي اسمها stay فهقول له هنا because it's stay هتقول هنا stay اخر حاجة بيقول هنا how can we not the environment ازاي نقدر نحفظ البيئة ونحافظ على البيئة طبعا كلمة يحفظ دي اسمها save فهتقول هنا how can we save ازاي نقدر نحافظ على البيئة طيب قال له هنا we can نقط بلاستيك نقدر نعيد تصنيع البلاستيك يعيد تصنيع او يعيد تدوير دي اسمها recycle كلمة مهمة جدا ولازم تحفظها فهتقول هنا recycle زي ما قلت لك السؤال ده ما بيجيش بالشكل ده ولكن هو بيمرانك على المحادسة نيجي بقى ليه السؤال المهم جدا واللي بيجي فيه الامتحانات وهو طبعا سؤال ده لك سؤال المحادسة طيب زي ما اتفقنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عني طيب المحادسة بتاعتنا بيقول هنا they are talking about a visit to the aquarium طيب هم بيتكلموا يعني عن زيارة الى متحف الاحياء المائي طيب ايه بيكلم بيه وبيقول له where did you go yesterday يعني انت رحت فين مبارح طيب من خلال السطر اللي فوق عرفنا ان هو راح الى اكواريوم اللي هو طبعا متحف الاحياء المائي فاول اجابة هنا رقم واحد هيقول له I went to the aquarium خلي بالك انت بتتضع الاجابة في نفس زمن السؤال السؤال هنا في كلمة did يعني السؤال في الماضي فلما تيجي تجاوب بتحط الفعل في الماضي I went to the aquarium رحت يعني المتحف How did you go there ازاي انت رحت هناك طيب بصوا في المحادسة مفيش حاجة معينة اكتب اللي انت عايزه ممكن تقول مثلا باي باس او باي كار اي حاجة هتكون صحة نقول باي كار بالعربية سألوا سؤال كان اجابته I saw a lot of sea animals انا شفت يعني الكثير من الحيوانات البحرية فاكيد هنا بيسأله اللي انت شفته هناك طيب ما هو مازا دي اسمها what واقول هنا في صغة الماضي بيقول did الفعل المساعد هنا بيجيبه من الاجابة طبعما الفعل في الماضي بيستخدم did you وبعدين الفعل في المصدر اللي هو c اللي انت شفته يعني وبعد كده قال له did you give the animals anything to eat هل انت بقى اديت الحيوانات اي حاجة تاكلها بيسأله هنا سؤال بهل هيجاوب بيسورنه طيب رد عليه هنا وقال له حاجة وكمل animals must try to find their own food يبقى هنا بيقول له ان الحيوانات يجب ان هي يعني تجد طعام مخصص لها طيب يبقى هنا هو مداش فيقول هنا نقط بعد كده بيقول بعد كده سأله سؤال اجابته كانت خلي بقى لك بقى بيقول له ان مطحف الاحياء المايدة مهم بسبب انه بيحمي الحيوانات البحرية والنباتات يبقى هنا طالما فيه بيكوز يبقى بيسأل عن السبب بتسأل عن السبب يبقى هنا هيقول له عايز يقول ليه يعني المطحف ده مهم هاخد بقى من الاجابة واقول ليه يعني مطحف الاحياء المايدة يعني مهم يبقى لما تلاقي في الاجابة كلمة بيكوز اعرف كده ان انت بتسأل عن السبب لما يجي اسأل عن السبب بستخدم كأداية استفهام طيب بعد كده بيكون في عندنا محادسة تانية برضو نفس الكلام زي ما قلنا اقرأ المحادسة كلها قبل ما اتحد طيب هنا بيقول سيف بيجمع البلاستيك من الشاطئ خلينا نشوف كده فادي بيكلم سيف وبيسأله بيقول له ايه اللي انت بتعمله يا سيف طيب احنا عرفنا من فوق انه بيجمع البلاستيك فهنا هيرد نفس الاجابة هيقول خلي بالك قلنا زمن السؤال هو هو زمن الاجابة فهنا يقول له بيسأل ويقول بيقول له بقى انا بجمع البلاستيك طيب طيب بعد كده فادي بيسأله بيقول بيقول له يعني ليه انت بتجمع البلاستيك من الشاطئ طيب احنا عندنا معلومة لسه اريين من شوية ان البلاستيك ده مادة سامة فممكن هنا يقول بسبب فقول بقى عايزة اقول بسبب ان هو يعني بيكون اللي هي معناها مادة سامة كان موهمة جدا ولازم تحفظها بسبب انه سام فادي سأل سؤال كان اجابته طيب بيقول البلاستيك بيدمر بيئة بسبب انه بيقعد فترة طويلة قلت لك لما تلاقي بيكون في الاجابة يبقى انت هنا بتسأل عن السبب يبقى تسأل بيه فهنا في الرقم تلاتة هيقول له وهيجيب الفعل المساعد لان طبعا الفعل في الاجابة اخره فهنا اقول له هنا عايدة على البلاستيك ممكن تقول وممكن تقول ليه يعني البلاستيك وقول طبعا عايز يقول ليه البلاستيك بيطلف او بيدمر البيئة قال له علشان بيقعد فترة طويلة يعني طيب بعد كده فادي هيبدأ يسأله سؤال اجابة السؤال ده كانت ان سيف قال له نقدر اننا نعيد تدوير البلاستيك علشان بقي على البيئة خلي بالك بقى هنا بيسأل عن الكيفية هل اسأل بهاو ازاي نقدر نحافظ على البيئة يبقى هنا في رقم اربعة هيقول له هاو هستخدم الفعل المساعد اللي موجود في الاقابة اللي هو كان بقول هنا بيقول له ازاي احنا نقدر اننا نحافظ على البيئة يبقى how can we save the environment. طيب قال له طبعا بريسايكل اللي هي عادة التدوير. بعد كده فادي قال is plastic dangerous for sea animals and birds. هل البلاستيك ده ده دار او خطير يعني ليه الحيوانات والنباتات طبعا هيقول له ايه او الطيور يعني. هيقول له ياس احنا مين نقرأ ان هو مادة سامة. فاقول له ياس كما وعجس بقول له it is it هنا عيد على البلاستيك. الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا جزء الاسئلة الخاصة بالقواعد. طيب زي ما قلت لك هتلاقيني سايولك في صندوق الوصف رابط موجود فيه شرح القاعدة بالكامل. نبدأ مع بعض شرح اسئلة القاعدة السؤال الاول. بيقول هنا when i am hungry i want something to eat. طيب قاعدة الوعدة بتتكلم على الحالة الصفرية من حالات F. الحالة الصفرية ده شباب بتقول ان كلمة when او F ده الرابط لما بيجي بعد منه مضارع بسيط في حالة الحقائق العلمية الجملة التانية برضو بتيجي مضارع بسيط. يعني هنا when عايز وراها مضارع بسيط مضارع بسيط. طيب مضارع بسيط ده لما يكون اي او وي او يو او زي الفعل بيجي في المصدر. افتكر المصدر يبقى بدون اضافات. يبقى i have. السؤال اللي بعده بيقول هنا when i feel ill i not too bad. طيب نفس الكلام. وان هنا رابط جاي بعد منه مضارع بسيط. الجملة التانية تيجي مضارع بسيط. طيب i بيجي بعدها الفعل في المصدر. يبقى i go. السؤال اللي بعده بيقول هنا. طيب برضو نفس الكلام. add الرابط اللي هو if. الرابط هنا في الجملة التانية جاي مضارع بسيط. يبقى دي حالة صفرية هيجي هنا مضارع بسيط. لو انت بتلمس انديل البحر حيلدغك. طيب الفعل في المصدر بقى اللي هو touch. عشان اجيب مضارع بسيط. واللي بعده بيقول. دي حقيقة بيقول لو احمد نام بدري هيصحى بدري. اف عايزة وراها مضارع بسيط. مضارع بسيط خلي بالك بقى. لو الفعل كان مفرد بتستخدم الفعل اخر اس المضارع البسيط. فهتقول اف احمد سليبس. الفعل هنا اخر اس. طيب اللي بعده بيقول هنا نقاط. خلي بالك بقى. الرابط اللي بيجي بعد منه مضارع بسيط مضارع بسيط. طبعا ده اف او ون. عايزة اقول لو بنسمع حاجة مضحكة كلنا هندحق. طيب عايزة هنا اف او ون. اللي موجود عندك اختاره. عند هنا ون. ولو كان فيه اف كانت تنفع بارده. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيقول هنا. نقاط. دي حقيقة هالمية. يبقى دي الحالة الصفرية. عايزة هنا الرابط اللي بيجي بعده مضارع بسيط مضارع بسيط. يبقى اقول له. لو انت بتسخن المية طبعا هي هتتحول الى بخار. طيب الربط عندي اللي هو ون. ولو فيه اف هتنفع بارده. بعد كده بيقول. نقاط. طيب خلي بالك هنا. ده سؤال في المضارع البسيط. هقول ماذا يحدث لو وضعت عملة في المية. يبقى هنا هابنز. يبقى هنا اقول وات هابنز. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا. اف يو بوت ايس اوتسايد افريزر ات نقاط. دي حقيقة علمية. لو بتحط التالج بره. الفريزر عايز يقول انه يعني هيدوب. طيب كلمة يزوب دي اسمها ميلت. فعل مفرد فهلحط لها اس المضارع البسيط. فتبقى واللي بعده. طيب خلي بالك برضو. هنا عايز الرابط اللي بيجي بعده. مضارع بسيط. وقبله مضارع بسيط. اللي هو اف او ان. هقول اف. بعد كده بيقول اف اي رابش. انزا جراوند. اي بوت ات انزا رابش بين. طيب خلي بالك برضو. الرابط عندي اللي هو اف. هيجي بعد منه مضارع بسيط. اي وي يو زي بيجو رابط فعلا في المصدر. فقول له اي سي. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال اكوريكت. السؤال الاول بيقول هنا. خلي بالك برضو. انا عندي هنا الرابط خلي بالك منه دايما نحدد الرابط. اللي هو اين. جاي بعده مضارع بسيط. الجملة الثانية برضو هتيجي مضارع بسيط. مضارع بسيط لما يكون الفعل مفرد. الفعل ما نضف له اس. فنقول. يبه هنا اس المضارع البسيط. واللي بعده بيقول. دي حقيقة هنا لما الجو يعني بيكون برد جدا. المية عايزه لتتحول الى تلك. طيب ما هي كده صح? خلي بالك دي مفرد. يبقى له حط للفعل اس المضارع البسيط. واللي بعده بيقول نقاط طيب خلي بالك اي الرابط اللي بيجي بعد منه مضارع بسيط مضارع بسيط. في الحالة الصفرية اف او وان. يبقى هنا واكتب يا اما وان يا اما اف. اتنين صح. خلا نقول وان. واللي بعده بيقول. دي حقيقة برضو. لو احنا مسائناش النباتات. هي طبعا او هم هيموتوا. طيب انا عايز المصدر هنا. مضارع بسيط له الفعل زي بتجيب المصدر اللي هو ضاي. بعد كده بيقول. نقاط. برضو نفس الكلام عايز مضارع بسيط. الرابط عندي اللي هو جاي بعده مضارع بسيط يجي قبله مضارع بسيط. يبقى اقول الفعل هنا هحط له اس المضارع البسيط. ماذا يحدث يعني? يبقى بعد كده بيقول برضو نفس الكلام. عايز اقول ان يعني النهر بيتجمد لو الجو برد جدا. طيب عايز هنا المضارع البسيط من اللي هو اس لان الفعل هنا مفرد. بعد كده نقاط. طيب نفس الكلام. يعني هي تشتري ملابس غالية لو زهبت للتسوق او بتذهب للتسوق. يبقى هنا وين? الرابط اللي بيجي قبله مضارع بسيط وبعده مضارع بسيط. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. سارة مست نقاط رابش انزا بانز. طيب او او شود او شودند. كل دول بيجي ورهم فالفعل فيه المصدر. ف دي سهلة كده. المصدر اللي هو الفعل يعني بدون اضافات. واللي بعده بيقول. سهلة برضو. احنا قلنا كلمة سواء في السؤال او النفي او اللي ك False. يجيب بيجي ورهم فعل في المصدر. المصدر اللي هو بدون يعني اي اضافات. واللي بعده بيقول هنا بيقول الحيوانات هذه اللي لا يجب ان هما يأكلوا البلاستيك. احنا قلنا ده مادة يبقى هنا محتاجين في بقى. فاقول ما مفعش ياكل البلاستيك. بعد كده بيقول خلي بالك ده سؤال. كلمة شود قلنا بيجي بعدها المصدر. فتقول ماذا يجب ان افعل? واللي بعده بيقول نفس الكلام. كلمة بيجي بعدها الفعل في المصدر. دي قاعدة سهلة جدا. المصدر اللي هو بيه. الفعل بدون اضافات. بعد كده بيقول يو نقاط run across the road. it's not safe. طيب ده مش امن. طالما الحاجة دي مش امن. يبقى تستهدم على طول. ليجب انك تجري على الطريقة. ده مش امن. يبقى تقول هنا. يو ماسنت. اللي بعده بيقول هنا. what? نقاط. I do to come first in my exams. ده سؤال. عايز اقول ماذا يجب ان افعل? خلي بالك بقى. دي اسمها what should I do? فانت هنا تقول should. طيب بعد كده بيقول. you نقاط speak in the library loudly. طب دي حاجة مش كويس. عايزين هي بقى يقول لك ما ينفعش انك تتكلم بصوت عالي في المكتب. لا يجب دي اسمها mustn't. you mustn't speak. واللي بعده بيقول هنا should I نقاط you before I visit you. نفس الكلام. احنا قلنا ان should او must بيجي بعضهم الفعل في المصدر. فانت هنا عايز مصدر. اللي هو طبعا call. الفعل بدون اي اضافات. والسؤال اللي بعده بيقول هنا. what mustn't you نقاط to stay healthy. طيب. خلي بالك السؤال ده عند هنا mustn't. mustn't عايز اهورها المصدر. المصدر اللي هو eat. يبقى هنا اقول له eat. بعد كده بيقول. you not walk on the grass. انت هنا يشوف الحاجة دي كويسة ولا لأ. تمشي على الحشائش طبعا ما ينفعش. يبقى هنا تقول ايه? you mustn't. لا يجب. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيكون عندنا سؤال مهم جدا وهو طبعا سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا you mustn't not with the knives. خلي بالك سهلة جدا. احنا قلنا ان mustn't بيجي بعدها الفعل في المصدر. لا يجب ان تلعب بالسكاكين. طيب المصدر اللي هو play هتشيل الاس دي. بعده بيقول هنا you must not early. خلي بالك برضو. احنا قلنا ان must بيجي وراها المصدر. المصدر اللي هو come. فهتقول you must come. السؤال اللي بعده بيقول you not make noise in the class. طب هنا لازم تنفي. بيقول لك تعمل دوشة في الفصل. ما ينفعش. يبقى الصحة انك تقول you mustn't make. لا يجب ان تحدث دوضاء في الفصل. بعد كده بيقول you not follow traffic rules. دي حاجة كويسة. يجب ان تتبع اشارات المرور. يبقى هنا ما ينفعش اقول mustn't. السح ان انا اقول must. you must follow traffic. بعد كده بيقول why must we not the beaches. دي اسهل حالة. لما يجيب لك must او mustn't انت بتجيب وراها المصدر. فهنا هتقول clean. الفعل يعني بدون اضافات. سهل جدا دي. واللي بعده بيقول you should not your ideas with other when you work wither. سهل خالص. should بيجي بعدها الفعل في المصدر. فانت هتشيل s هنا. هتقول you should share. يجب انك تتشارك افكارك. بعد كده you must not your room. نفس الكلام برضو. must عايزة وراها المصدر. طب المصدر هنا اللي هو tidy. يجب انك ترتب غرفتك. بعد كده بيقول the students shouldn't not their mobiles in the exams. طيب الطلاب يجب ان هم يستخدموا shouldn't اصلا بيجي بعدها المصدر. المصدر اللي هي use. يبقى الفعل هنا بدون اضافات. هتشيل دي. بعد كده بيقول it's a great film you not watch it. طيب ده فيلم رائع. يبقى لازم تسمعه. منفعش هنا انفي. صحنا نقول يجب عليك. اللي هي طبعا should. فهتقول هنا should watch it. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. زي ما تعودنا بيكون في عندنا exercise على الدرسة الاول والتاني. طيب بيبدأ معي بسؤال listen سؤال نص الاستماع. السؤال ده احنا قلنا هو عبارة عن نص صغير بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان. ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ انك تختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب علشان النص ده موجود في اخر الكتاب فهت لقيني بس بلك السؤال ده زي واجب كده. قرى النص على مهلك وابدأ اختار الاجابات اللي قدامك دي. وابدأ بعد كده اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل. وطبعا سؤال اداء لك سؤال المحادسة. طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك واترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر اللي فوق ده مهم جدا. السطر ده بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? طيب بيقول هنا ايمان و اية اللي اتنين بيتكلموا عن حيوانات المارين. طيب خلينا نشوف كده. ايمان بتسأل اية وبتقول لها بتقول لها في رأيك يعني ايه هو اخطر حيوان بحري. طيب لازم تكمل علشان تعرف. هنا ايمان سألت سؤال كانت اجابته شاركس ليف ان اوشانز. اسمك القرش بتعيش في المحيط. يبقى هنا اخطر حيوان هو سمك القرش. يبقى هنا في رقم واحد اية هترد وتقول اي تينك انا اعتقد ايتس ازا شاركس. هي بتسألها يعني في رأيك او اعتقدي ايه هو اخطر حيوان. فهي جاوبت وقالت اعتقد ان هو سمكة القرش. عرفنا منين من تكملة المحادسة بعد كده. طيب ايمان سألت سؤال واللي كان اجابته ان اسمك القرش بتعيش في المحيطات. خلي بالك هي هنا بتسأل عن مكان سمك القرش. لما اجا اسأل عن المكان بسأل بوير. فهنا رقم اتنين هتقول وير. هستخدم هنا دو فعل مساعد لان الفعل في الاجابة جاي في المصدر. فقول وير دو شاركس اين تعيش القرش او اسمك القرش يعني. فقال طبعا في المحيطات. ايمان سألت سؤال ايه ردت وقالت. السلحفة دي حيوان بحري. بيكون ليه يعني صدفة او محار على ظهره. واضح ان هي بتعرف السلحفة. فاكد ايمان بتسألها ماذا عن او ايه هي السلحفة مثلا. فممكن تقول خلاص بتسألها هنا عن السلحفة. فقالت لها ان السلحفة هي حيوان بحري. بيعيش يعني وبيكون ليه الصدفة على ظهره. طيب بعد كده قالت. ليه يعني? الصدفة دي بتكون مفيدة في السلحفة. طبعا هنا تكتب اي سبب خليها نقول مسلا ان هي بتحميها. فطبعا سؤال هتجاوب تقول لان. وتقول اللي هي طبعا هنتكلم هنا على اللي هي الصدفة. ونقول بسبب ان هي الصدفة هنا بتحمي السلحفة او السلحفة. طبعا دينجر. يبقى هنا اقول بسبب ان الصدفة بتحميها من طبعا الخطر. بعد كده اي من قالت? طيب ايه بقى انديل البحر هل هو عنده صدفة برضو? طبعا هتقول لها لأ. وقالت ولكن بقى هو يقدر يلدغك لو لمستي. طيب هنجاوب هنا ونقول ايه? ده سؤال بهال? هتقول لها no. وتقول it. وتنفي بقى تقول doesn't. لأ يعني ما عندوش محار ولا صدفة. طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال اختياري. سؤال نقاط in its life. بيقول ان سمكة القرش بتستخدم اكتر من عشرين الف ايه في حياتها. طبعا هو قال ان هي اكتر من عشرين الف سنة. يعني فقال له this. بعد كده بيقول the word noot means to use something again. كلمة ايه? اللي معناها انك تستخدم الشيء ده مرة اخرى. طبعا ما قال لك again مرة اخرى يبقى تقول له هنا recycle. اللي هي طبعا اعادة الاستخدام او اعادة التدوير. بعد كده بيقول all noot have shells on their back to protect them from danger. بيقول كل ايه? بيكون عندهم يعني اه طبعا صدف على ظهرها علشان تحميها من الخطر. طبعا دي السلحفة. فاقول له هنا turtles كل السلاحف يعني. الصفحة اللي بعد كده انا كمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا the earth is the noot where we live. بيتكلم هنا عن الارض. بيقول هي. عايز اقول الكوكب اللي بينعيش عليه. طيب كلمة كوكب دي اسمها planet. فاقول the planet. اللي بعده بيقول هنا. ايه بقى الحيوان اللي بيكون لي تمن ارجل وبيقدر يسبح بسرعة. تمن ارجل وبيسبح يبقى ده طبعا اوكتوبوس اللي هو طبعا الاختبوت. بعد كده بيقول the noot is the air water and the land around us. الهوا والمية وكل حاجة حوالينا. والن ده تعريف ليه البيئة. البيئة طبعا دي اسمها environment. طيب اللي بعده بيقول هنا. if you touch a jilly fish eight noot you. لو انت بتلمس. طبعا عندي للبحر هو هي يلدغك. يلدغ دي اسمها ستينجز. فاقول هنا ستينجز طبعا مضارعة بسيط. بعد كده بيقول we get water F eight noot. قاعدة بتاعتنا. عندي هنا الرابط اللي هو F عايز بعده مضارعة بسيط. اتفع المفرد يبقى رينز. طيب بعد كده بيقول هنا when there is a good view you not take a photo. طيب لما يكون فيه منظر جيد. انت يجب عليك انك تلتقط صور. يجب دي اسمها should. فتقول you should take. بعد كده بيقول we must noot our planet it's important. طيب مصد اصلا بيجي هورا الفعل في المصدر. فهدي سهلة كده. المصدر اللي هو save بدون اي اضافات. بعد كده بيكون عندنا سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا I noot tired when it's late. طيب قاعدة بتاعتنا بتقول ان وين ده رابط. بيجي بعده مضارعة بسيط وقبله مضارعة بسيط في الحالة الصفرية. I فعل جمع فبستخدم هنا في الفعل فيه المصدر. بعد كده بيقول you noot look left and right when you cross the road. طبعا ده انت لازم تبص يمين وشمال لما تعبر الطريق. فعشان هتنفي. ده انت تقول you must يجب عليك تنظر. بعد كده بيقول students الطلاب must noot in the classroom. خلي بالك بقى كلمة mustn't بيجي بعدها الفعل في المصدر. هتشيل اي دي. تقول shout. يعني الطلاب لا يجب ان هما يصيحوا في الفصل. بعد كده بيقول what must you noot before the exam. سهلة جدا دي. ده سؤال فالمساعد must يجي وراه الفعل فيه المصدر. المصدر يبقى do. تشيل طبعا ing. بعد كده سؤال paragraph زي ما قلنا ده مجابعا انه فيه نهاية الكتاب. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون فيه عندنا الدرس التالت والربعة. السؤال الاول بيقول هنا. خلي بقى لك بقى. كلمة يعني عكس او مضاد. كلمة يعني سهل. هو طالب منك عكس كلمة سهل. طبعا دي عكسها صعب. اللي هي hard. اللي بعده بيقول هنا if I pay money to علي. طيب بعد كده بيقول this means I not him money. لو انا دفعت فلوس لي علي. ده معناه ان انا اديتو فلوس. طيب كلمة يعطي دي اسمها give. فاقول هنا I give him. انا اعطيتو فلوس. اللي بعده بيقول the suffix نقاط changes the word danger into an adjective. بيقول كمان اللاحقة اللي اللي بيتغير كلمة danger الى خلي بالك صفة. طبعا رح اضعنا في الاخر OUS. علشان تتحول الى dangers اللي هي اصلا معناها خطير الصفة يعني. واللي بعده بيقول field and fall are not. كلمة field وكلمة fall اللي اتنين معناهم ممتلئ. دول في بينهم سنة نمس. سنة نمس يعني معنى وتراضف. فاقول هنا سنة نمس. الصفحة اللي بعد كده يعني كمان مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا when you put a or and نقاط into the soil. بعد كده بيقول it grows into a new plant. بيقول هنا يعني لما تضع ايه في التربة الزراعية هي تكبر يعني وتبقى نبات جديد. طبعا بيتكلم على البزرة. بزرة دي اسمها seed. السؤال اللي بعده بيقول هنا nature نقاط protect a lot of animals and birds. طيب ايه هو بقى المكان اللي بينحمي فيه الحيوانات والطيور. طبعا بيتكلم على المحميات الطبيعية. محمية طبيعية دي اسمها nature reserve. فاقول له هنا reserves. ليه محميات طبيعية. بعد كده بيقول the wild dog. نقاط the young boys and they couldn't cross the road. طيب بيقول هنا ان الكلب عايز يقول اخاف الولاد الصغيرين خوفهم يعني. وخليهم بقى مش قادرين يعدوا الطريقة. طيب. هو هنا عايز يقول الكلب البر يعني اخاف الولاد. بقول له هنا frightened. يبقى هنا اقول له the wild dog frightened the boys. طيب بعد كده بيقول هنا press your finger into the soil and make a small نقط. about two centimeter deep. طيب. بيقول لك كمان اضغط بصبع كياني على التربة او الارض. واعمل عايز يقول اعمل حفرة صغيرة عمقها اتنين سنتي. خلي بالك بقى. كلمة حفرة دي اسمها hole. فاقول له هنا hole. بعد كده بيقول this area هذه المنطقة gives a lot of good crops. بتعطي محاصيل جيدة. it has a good ايه. طيب. الارض دي بتطلع محاصيل كويس. يبقى هي فيها عايز يقول بقى تربة زراعية جيدة. طيب تربة زراعية دي اسمها soil. فاقول هنا a good soil. طيب اللي بعده بيقول هنا first نقط. the plastic pot and try it to be clean. اولا عايز يقول لك بقى اغسل يعني اهنية بلاستيكية واجففها. علشان تبقى نظيفة يعني. طيب اغسل دي اسمها wash. بعد كده بيقول. you must noot around one hundred pound when you go diving. طيب خلي بالك يجب عليك ان انت عايز يقول تدفع من الجنيه. يبقى هنا اقول له يدفع دي اسمها pay. يبقى هنا you must pay. لازم تدفع من الجنيه يعني عشان تمارس رياضة الغوص. بعد كده بيقول you can only use noot to cut fishing lines. انت تقدر فقط تستخدم ايه? علشان تقطع. خلي بالك بقى طاقية السنارة. بتستخدم طبعا السكينة اللي هي knife. فاقول هنا knife's اللي هي جامعة. بعد كده بيقول can I borrow your phone? I need to make a or an. هل اقدر استيلف تليفونك? انا محتاج اعمل ايه? طالما بقى عايز يستيلف التليفون يبقى بيعمل phone call. اللي هي يعني مكالمة تليفون. يبقى هنا اقول له phone call. بعد كده بيقول my father noot to tickets to watch the match in the stadium. بيقول كمان ان بابا يعني عايز يقول حجز تذكرتين علشان نتفرج على المباراة في الاستاذ. طيب كلمة حجزة دي اسمها reserved. يبقى هنا هقول reserved اللي هي يعني معناها حجزة. طيب اللي بعده بيقول هنا try to keep this plant in one place. طيب حاول انك تضع هذا النبات في مكان ايه? طبعا هايز يقول له في مكان دافق. كلمة دافق دي اسمها warm. فاقول له هنا warm place. طيب اللي بعده? نكمل مع بعض. بيقول هنا. نقط is a scene line used to catch a fish. طيب بيقول لك بقى خيط رفيع بيستخدم في صيد السمك. طيب نكلم على خيط السنارة اللي هو fishing line. طيب بعد كده بيقول the note is the top part of the earth where we stand. طيب هنا بيقول جزء مرتفع او قمة الكوكب الارض اللي احنا نقدر نقف عليه. طبعا دي نسميها الارضية. ده تعريف تاني للارض اللي هي ground. ده المكان يعني اللي ممكن نقف عليه اللي هي الطبقة الخارجية. بعد كده بيقول you shouldn't be angry not people you don't agree with. طيب بيقول لا يجب انك انت تبقى غاضب معه. غاضب مع دي اسمها angry with. فانت هنا هتختار كلمة with. فعشانك تغضب مع الناس اللي لا تتطفق معاك يعني. بعد كده بيقول نقط decisions quickly isn't a good habit. you should think well. طيب بيقول اتخاذ قرارات سريعة. دي عادة غير جيدة. كلمة decisions بيجي معها make. لازم تتوقف عليها. طيب خلي بيالك بقى. هنا عايزوا making decision اتخاذ قرارات سريعة. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. زي ما تعودنا بيبدأ المرني على سؤال المحادثة. ويأهم الكلمات موجودة في اليونت. طيب نبدأ مع بعض السؤال الاول. بيقول هنا what is the book about? بيقول لك بقى الكتاب ده عن ايه يعني? قال له في الاجابة it's about ايه? خلي بالك بقى هو هنا عايزك تكتب كلمة المحميات الطبيعي. طبعا دي كلمة مهمة جدا. اسمها nature reserves. السؤال ده زي ما قلنا ما بيجيش في امتحان بالشكل ده. هنا بيمرنك على سؤال المحادثة وعلى اهم كلمات في الوحدة. طيب السؤال التاني بيقول هنا what are nature reserves? بيسأله بقى ايه هي المحميات الطبيعية? قال له في الاجابة it's نقط for rare animals. عايز يقول ان هي مكاني ليه? الحيوانات النادرة. عايزك انت تكتب كلمة مكان? مكان طبعا يعني place. فتقول it's a place. طيب بعد كده بيقول هنا do you like نقط? هل انت بتحب الاشجار? قال له الاجابة يا سايدو هتكتب انت كلمة الاشجار. طبعا دي سهلة اسمها trees. فهتقول هنا trees اللي هي الاشجار. بعد كده بيقول should i not at everyday. طيب هنا عايز كلمة يروي. طيب هل ينفع ان انا رويها? هنا هيقول له يروي دي اسمها water. بتيجي بمعنى مية او بمعنى يروي. قال له no you shouldn't. يبقى هنا water. طيب بعد كده هنكمل مع بعض زي ما اتفقنا السؤال ده ما بيجيش بالشكل ده. نيجي بقى على السؤال المهم جدا واللي بيجي فيه الامتحان. وهو طبعا سؤال ده لك سؤال المحادسة. زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك برضو. السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? طيب. محادسة بتاعتنا بيقول هنا. طيب احمد وصاحبه بيتكلموا عن المحميات الطبيعي. خلا نشوف كده. احمد هنا بيكلم صاحبه بيقول له. بيسأله. خلي بالك بقى يعني انت بتعمل ايه? طيب قال له هنا حاجة. رد عليه بعد كده وقال له. بالكتاب ده عن ايه? يبقى هنا رشوان بيقرأ كتاب. يبقى اول حاجة هيقول له يبقى هنا رقم واحدة هنكتب فيها يا شباب. انا يعني بقرأ كتاب. عرفنا منين من تكملة المحادسة. عشان كده مهم جدا انك تقرأ المحادسة كلها قبل ما تحل. وبقى الاجابة طيب بعد كده احمد سأل وقال له الكتاب ده عن ايه? كامل برضو علشان تعرف. قال له حاجة وقال له المحميات الطبيعية. برافو عليك. يبقى الكلمة دي هتخدها تنقلها في رقم اتنين. عايز يسأل بقى عايز يقول له بقى ان الكتاب ده عن المحميات الطبيعي. فيقول له وتكتب يعني هو عن المحميات الطبيعية. هو سألوا قال له الكتاب ده عن ايه? راشوان رد عليه هنا بحاجة? رد عليه احمد باستغراب كده وقال له المحميات الطبيعية. يبقى الحاجة اللي رد عليه بيها راشوان هي انه هو عن المحميات الطبيعية. قال له المحميات الطبيعية وسألوا سؤال كانت اجابته cuz it's a place for low animals or plants. بيقول له هينه دي المكان اللي في الحاويانات النادرة والنباتات. فهو هنا مش عارف يعني ايه محمية طبيعية. بيسأله بقى ايه هي المحمية الطبيعية. طيب ما او ماذا دي اسمها وات. هيقول هنا وات. ويقول طبعا بيقول له ايه يعني هي المحميات الطبيعية دي. قال له هي مكان للحيوانات الندرة والنباتات. طيب بعد كده احمد سأله سؤال كمان عشان نعرف السؤال لازم اقرأ الاجابة. الاجابة ان رشوان قال له الناس لازم ان هي تكون حريصة في التعامل معها. طيب هنا اكيد احمد بيسأله. ممكن مثلا نقول what people must. what people must do in a nature reserve. يسأله طيب ايه اللي لازم الناس تعملوا في المحمية الطبيعية. قال له لازم نخلي بالنا ونكون حارسين وحنا في المحمية الطبيعية. نحافظ عليها هنا. يبقى رقم اربعة. what people must do in a nature reserve. كمل تحت كده. اللي لازم نعمله في المحمية الطبيعية. قال له نحافظ عليها. طيب في النهاية طبعا هيقول له كلامك صح. فممكن هنا طبعا يقول هذا صحيح. او كمان تده تقول يعني انت محق طبعا. فهنا يقول له طيب بعد كده بيبدأ يديني محادسة تانية نفس الكلام برضو. اهم حاجة زي ما قلنا تقرأ المحادسة كلها. طيب محادسة بتاعتنا هنا سلمة سلمة وغادا بيتكلموا عن زراعة شجرة او الاشجار. فسلمة بتكلم غادا صاحبتها وبتقول لها هاي غادا هل انت بتحبي الاشجار يعني غادا هنا وردت عليها وهتقول لها حاجة يا ايا لأ. طبعا هتقول لها ياس. فاول اجابة هنا هتقول لها ياس. ايواني بحب الاشجار. طيب سلمة ردت عليها بسؤال. الاجابة كانت ايواني زراعة الاشجار بتكون سهلة جدا. فواضح هنا ان هي بتسألها سؤال بهل برضو. لان الاجابة شور. فهتقول لها هل زراعة الاشجار سهلة? هنستخدم اللي موجود عندي في الاجابة? هل زراعة الاشجار ده شيء سهل لانها في الاجابة بتقول ايوة او بالطبع زراعة الاشجار سهلة جدا. طيب سلمة بعد كده سألت السؤال كمان. اجابته كانت اولا اول حاجة يا اخسري ايانية بلاستيكية وجاف فيها. طيب ترامعت لها اولا يبقى هزا تقول لها هنا ايه الحاجة اللي لازم اعملها الاول? هتقول what should i do first? what should i do first? ماذا يجب ان افعل اولا? قالت لها اول حاجة هاتي يعني ايانية بلاستيكية وجاف فيها. طيب سلمة بعد كده سألت وقالت what is next? طيب ايه الحاجة التانية اللي عملها? هنا هتقول لها الحاجة كمان. قالت should i water it? هل بقى يجب ان انا ارويها? طيب هنا بقى هتبدأ تزرع الحاجة دي. فممكن تقول مسلا زن ثم ممكن اقول fill the put. ملاقي الانية دي والسويل. بطبعا التربة اللي هتبدأ تزرع فيها. فاقول then fill the put والسويل. واقدر اكمل كمان. واقول and plant the seed. وزراع يعني البزرة. طب ليه كملنا? لان تحت بتقول لازم ترويها. اللي هي البزرة يعني. فانا دي الاجابة رقم اربعة. طيب في الاخر قاتلها. هل بقى ممكن ان انا سقيها كل يوم? ترى تقول ياسو تقول نو لتنين صح. خلالها نقول no you shouldn't. لا طبعا مش لازم يعني كل يوم انها تتسقي. فأقول no you shouldn't. يبقى دي كده الاجابة رقم خمسة. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. زي متعودنا بيكون فيه عندنا exercise. على الدرس التالت والرابعة. بيبدأ معي بسؤال lesson سؤال نص الاستماع. طيب السؤال ده احنا قلنا هو عبارة عن نص صغير بتسمعه قويس جدا في بداية الامتحان. من خلال انت سمعته بتختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب النص ده موجود عندك في اخر الكتاب. علشان كده بتلاقيني بسيب لك السؤال ده زي واجب كده. قرأ النص على مهلك وبدأ اختار الاجابات. وبعد كده اشرح لك السؤال اللي بعده بيه التفصيل. وهو طبعا سؤال ده لك سؤال المحادسة. طيب زي ما اتفقنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك. السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? طيب المحادسة بتاعتنا بيقول هنا. عمر بيخبر كريم عن زيارته للمحمية الطبيعية. حلناها قبل كده. كريم بيكلم عمر وبيقول له يسر دي. طيب انت كنت فين مبارح? هو هنا طبعا هيرده وقول له انا رحت المحمية الطبيعي. لانه هو قلنا كده في السطر الاول. بقاول الاجابة هنا رقم واحد. هنقول انا يعني ذهبت الى المحمية الطبيعية. واستخدمنا الفعل هنا في الماضي علشان عندي فعل المساعد اللي هو بتاع الماضي. المحادسة اصلا في الماضي. بعد كده قال له ازاي رحت هناك. بص في المحادسة ما فيش وسيلة مواصلات محددة اكتبه اللي انت عايزه. طيب تقول مسلا صح. بالعربية يعني. كريم هنا سأل السؤال كان اجابته. بيقول انا شفت يعني حيوانات نادرة وينباتت. طيب خلي بالك بقى هنا بيقوله اللي انت شفته هناك. احنا قلنا ما او ماذا يعني فعل المساعدة طرام المحادسة عن الماضي. يبقى وبعد هنا اكمل واقول ايه بقى اللي انت رأيته هناك. قال له كثير من الحيوانات. طيب. بعد كده كريم بيسأل وبيقول هل بقى انت اديت الحيوانات اي حاجة تكلها يعني? هنقول له اه او لا. قال له حاجة وكمل وقال عندهم بقى تعمهم الخاص. يبقى اوضح انه مدهمش حاجة. فهنا رقم اربعة يقول له نو. كما. وطبعا اليو هتتحول الى اي. وهنفي بقى واقول didn't. no i didn't. طيب. بعد كده كريم سأل السؤال. قال له في الاجابة. هذا المكان مهم بسبب ان يعني احنا نقدر نحمي في الحيوانات والنباتات. طالما قال له في الاجابة يبقى عن السبب. هيقول له. عايز يقول ليه المكان ده مهم. فهنا يقول له. ليه يعني? هذا المكان يعني مهم. قال له طبعا عشان بنحمي في الحيوانات والنباتات. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال اختياري. السؤال الاول بيقول هنا. بيقول كمان الجزء العلوي من الارض اللي بنقف عليه يعني ده بيسمى ايه? حلناها قبل كده قلنا ده اسمه. بعد كده بيقول. طيب هنا بيقول لا يجب انك انت تشرب من المياه الملوسة لان طبعا هي خطيرة جدا. طالما قال لك هي خطيرة يبقى هنا اقول له. ما ينفعش ابدا تشرب. بعد كده بيقول بي نقط بكارفل برضو خلي بالك عايز يقول يجب اننا نكون حارسين في اللي بنعمله في المحمية الطبيعية. طيب هنا عايز اقول يجب علينا نكون حذرين يعني. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. طيب سهلة جدا دي. احنا اتفقنا ان كلمة بييجي بعدها الفعل في المصدر. فهتقول هنا يبقى طبعا يجب انك تستمع الى افكار اصدقائك. بعد كده بيقول طيب بيقول ان النباتات بتحتاج تربة جيدة علشان تنمو. طيب تربة زراعية دي اسمها واللي بعده بيقول هنا خلي بالك خليك حذر يوجد ايه امامك. طيب بيقول لك خلي بالك يبقى يوجد حفرة اللي هي هول. طيب ايه هي اللي بتجعل الطيور والنباتات والحيوانات تبقى امنة. طبعا بيتكلم هنا عن المحمية الطبيعي. اسمها نيتشور ريسيرف. فاقول له هنا ريسيرفز. بعد كده بيقول. زاد بوت از نقاط زير از ناثنج ان ات. طيب هذه الانية بتكون ايه? طبق ده اي يعني? مفيش اي حاجة جوا. طيب ما قال لك لا يوجد. يبقى هنا انت هتقول. اللي هي معناها فارغ. بعد كده بيقول بلانت زا نقاط. بيقول لك يعني ازرع ايه في الحفرة? ويغطيها بالطراب. طبعا بيتكلم هنا على البذر اللي هي سيد. فهنا عايز يقول لك بقى بلانت زا سيد. يعني ازرع البذرة. بعد كده بيقول نقاط. طيب ايه اللي معناه? انك انت تضع شيء فوق شيء تاني. علشان تحميه او تخبيه يعني. انت كده بتغطي الحاجة دي. كلمة بقى يغطي. دي اسمها فاقول هنا. طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال السؤال الاول بيقول هنا. طيب هنا بيقول لما تزور عايز يقولك محمية طبيعية يعني. لا يجب طبعا انك انت تقطف او تقطع الظهور الندرة. طيب هنا عايز يقول هنا محتاج تنفي بقى. طبعا دي حاجة مش كويسة فهتقول هنا مست. واللي بعده بيقول نقاط. هل يجب ان انا اروي النباتات دلوقتي? شود بيجي عراها المصدر. المصدر اللي هو كلمة هنا فعل بمعنى يروي. واللي بعده بيقول نقاط احنا قلنا اصلا ان كلمة بيجي بعدها الفعل فيه المصدر. بتقول طبعا يجب عليك انك تشارك افكارك. بعد كده بيقول نقاط. طيب احنا قلنا شباب ان كلمة لما بتيجي فعل مساعد برضو بيجي بعدها الفعل في المصدر. فهتقول هنا اللي هو المصدر من وبعد كده بيكون عندنا سؤال ايميل زي ما قلنا ده مجابعا في نهاية الكتاب. الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون فيه عندنا الدرس الخامس والسادس. طيب السؤال الاول بيقول هنا كلمة نقاط. خلي بالك بقى كلمة دي معناها شجاع. وكلمة ايه بيكون لهم نفس المعنى. يعني عايز حاجات بتسويها. اللي بيسويها كلمة برضو معناها شجاع. واللي بعده بيقول هنا. طيب احنا عارفين يعني عكسة او مضاد. طيب كلمة دي معناها معقد. عكسها كلمة اللي هي يعني معناها بسيط. فاقول له هنا. اللي بعده بيقول هنا. طيب خلي بالك كلمة يعني عملاق. يعني ضخم. الكلمتين بيسوي بعض. يبقى فيه بينهم اللي هي معنى او طراضف. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا. زاد مقاط. طيب بيسألك اللاحقة ايه? اللي بتغير الفعل الى اسم. طبعا بنحط في الاخر علشان تتحول الى اللي هو الاعلام اسم يعني. الصحة اللي بعده كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. طيب هنا بيقول تناول ايه بقى? بيكون مهم لو انت تكون جعان. طيب هو هنا عايز يقول تناول وجبة خفيفة. دي الحاجة الوحيدة اللي تنفع. اللي هي طبعا سناك. سناك يعني وجبة خفيفة. بعد كده بيقول ارنست هامينجوي از زا نقط. اف زا اولد مان ان زا سي. طيب بتكلم هنا عن هامينجوي بيقول ان هو عايز يقول كاتب لقصة الرجل العجوز والبحر. طيب كاتب دي اسمها رايتر. فاقول هنا از زا رايتر. بعد كده بيقول ماي برازر بوت نيو نقط. اخويا اشترى ايه جديدة علشان يستمع الى الموسيقى. يستمع الى الموسيقى على طول يبقى هيدفونز. اللي هي طبعا سماعة الازن. فاقول هنا هيدفونز. واللي بعده بيقول يجب عليك انك تحترم الناس الكبار في السن ده شيء مهم. كلمة يحترم دي اسمها رسبيكت. فاقول هنا يو شود رسبيكت. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. زا ازر فيشر من نو زات سانتياجو وز نقط تو كاتش ذا بيج فش. طيب بيقول السيادين الاخرين عارفوا ان سانتياجو كان ايه لان اصطاد السمكة الكبيرة. يبقى كان شجاع. شجاع اللي هي بريف. طيب اللي بعده بيقول هنا. طيب بيقول هنا هو يعني ملف ورقي. بيكون في معلومات عن شيء ما طبعا هنا بيتكلم على المنشور اللي هو اسمه لفلت. بعد كده بيقول. طبعا هنا هو اقترح. طبعا ان هما يصطادوا مع بعض في وقت تاني. خلي بالك بقى كلمة اقترحة يعني فاقول هنا. طيب بعد كده بيقول الامهات يعني. الامهات عندهم دور مهم عايز يقول كده. في الاعتناء باطفالهم. طيب كلمة بقى دور دي اسمها رول. اللي هي بالقو. خلي بالك رول الاولى دي معناها يحكم. بعد كده زا نقط كاتشز هنا كمان بيقول يعني مين اللي بيصطاد السمك ويبيع ويربح فلوس طبعا ده السياط اسمه فاقول هنا ذا واللي بعده بيقول طيب بيقول ان هو سقط وعايز يقول بقى كسر يعني عزمة من جسده. طيب كلمة عزمة دي اسمها فاقول هنا بعد كده بيقول المدرس اخبرنا اننا او طلب مننا اننا عايز يقول نلخص الدرس في خمس جمل. خمس جمل يبقى ده تلخيص. يبقى اقول له سمر عايز ده معناها يلخص. بعد كده بيقول العزم اللي فيه الجسم دي بتسمى ايه? طبعا عايز يقول هيك العزم اللي بقى اللي هو سكلتان. بعد كده بيقول نكمل مع بعض بيقول هنا. الاشياء اللي ما بنحتاجهاش بتسمى ايه? طبعا الحاجة اللي مش محتاجينها بنسميها ربش اللي هي قمامة يعني. بعد كده بيقول كل طالب كل طالب بيكون ليه دور يلعبوا في تنظيف الفصل. طيب خلي بالك بقى ان كلمة دور اللي هي رول. واللي بعده بيقول الغابات دي طبعا موطن امن للحيوانات. طيب عايز اقول بقى موطن ليه? طبعا دي اسمها هوم تو. فاقول له هنا تو. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا على الدرس الخامس والسادس. طيب بيبدأ معي بسؤال سؤال نص الاستماع. السؤال ده خلي بالك هو عبارة عن نص صغير بتسمعه كواس جدا في بداية الامتحان. ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ انك تختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب علشان النص ده بيكون موجود عندك في اخر الكتاب فبتلاقيني بسيب لك السؤال ده زي واجب كده. اقرأ النص على مهلك وبعدين ابدأ اختار الاجابات اللي قدامك دي. وبعد كده ابدأ اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل. وهو طبعا سؤال ده لك سؤال المحادسة. طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? طيب المحادسة بتاعتنا بيقول هنا عادل تيلز هاني about a story he read. عادل بيخبر هاني عن قصة هو قرأها. طيب خلينا نشوف كده. هاني بيتكلم مع عادل وبيسأله. what are you reading عادل? بيقول له انت بتقرأ ايه? طيب احنا عرفنا من السطر اللي فوق انه بيقرأ قصة. بعد كده كمان هاني بيقول له قصة. فهنا اول حاجة هنقول بيقول له يعني انا اقرأ قصة. خلاص كده يبقى اول اجابة شباب هنقول بقرأ قصة. رد عليه وقال له قصة وسأله سؤال. علشان هعرف السؤال اللي هاني سأله ده لازم اقرأ الاجابة. الاجابة ان عادل قال هي تسمى الرجل العجوز والبحر. يبقى هنا بيسأل عن اسم القصة. عايز اقول له ماذا تسمى? ما او ماذا دي اسمها what? هقول هنا what is it cold? ماذا? هي تسمى. خلي بالك السيغة دي مهمة لازم تحفظها. what is it cold? طيب بعد كده هاني قال what does it tell us about? القصة دي بتخبرنا عن ايه? بنعرف طبعا ان هي عن صياد بيسطاد السمك. فهنا ممكن اقول له مثلا about a brief fisherman. يعني عن صياد شجاعة. ممكن تقول الاجابة كاملة وتقول it tells us about. وتكمل طبعا a brave fisherman. كل دي اجابات صح. طيب بعد كده قال له did the old man catch any fish? هل الرجل العجوز ده استاد? اي سمك يعني? بنعرف بعد كده ان هو استاد ومش قدر يبيحها. فهنا هقول له بقى في رقم اربعة? yes. ده سؤال بهل? هتقول yes. زي ما تعودنا كما? وهنقول he dead. ايوة هو استاد. لان هاني بيسأله هنا سؤال اجابته كانت no he couldn't sell it at the market. لا ما قدرش يبيحها في ماركت. يبقى خلي بالك بقى السؤال هنا. سؤال بهل? عايز اقول له هل هو ادري بيحها? طيب انا عندي كود انت في الاجابة هاسأل بيها. اقول كود. بعدين اكتب الفعل اللي هو he. وبعدين اقول sell the fish. لحد الاخر بقى اقول add the market. هل هو يعني? ادري بيحها في ماركت. قال له لا هو ما قدرش يبيح. يبقى هنا رقم خمسة. could he sell the fish add the market اخر حاجة. طبعا لا سؤال. بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال مهم جدا برضو وهو سؤال اختياري. السؤال الاول. where? نقاط on your hands to keep them warm. بيقول لك يعني البس ايه في ايدك? علشان تحتفظ بها دافئة. تخليها دافئة. طبعا بتلبس في الايد. gloves. يبقى اقول له هنا gloves. بعد كده بيقول جودي فلت نقاط after she was ill. but she is better now. طيب جودي شعرت عايز يقول بي الضعف. بعد يعني مرضها ولكن هي دلوقتي بتتحسن. طيب خلي بالك بقى عايز اقول الضعف ده اسمه weak. او شعرت انها ضعيفة جدا. يبقى اقول له هنا weak. بعد كده بيقول if something is not it's small. لو حاجة بتكون ايه هي صغيرة جدا. عايز هنا حاجة بتساوي small. طبعا بتساويها كلمة tiny اللي هي برضو معناها صغيرة جدا. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. نقاط people sometimes do dangerous jobs. بيقول الناس مين بقى اللي احيانا بيشتغلوا وظائف خطيرة. طبعا ما قال لك كلمة خطيرة يبقى ناس شجاعة. شجاعة اللي هي brave. بعد كده بيقول. نقاط means to show care and admiration for someone. اللي معناه انك انت تظهر العناية والاعجاب بشخص ما. طبعا كده انت بتحترم الشخص ده. كلمة يحترم يعني respect. فده تعريف لكلمة respect. بعد كده بيقول when I share a post my friends write نقاط. لما انا بشارك post يعني اصدقائي بيكتبوا طبعا تعليقات. يبقى هنا comments. اللي بعده بيقول هنا. this isn't a not story. the animals are talking in it. خلي بالك عاوز يقول ان دي مش قصة حقيقية. الحيوانات بتتكلم فيها. الحيوانات بتتكلم فيها تبقى مش حقيقة. كلمة حقيقة يعني real. السؤال اللي بعده بيقول هنا. you not park? it's not allowed. طيب خلي بالك عاوز يقول لا يجب ان تركن هنا غير مسموح. it's not allowed على طول اول ما تشوفها بتختار mustn't. لان الحاجة دي غير مسبوح بها. واللي بعده بيقول هنا we must نقاط. the beaches regularly. طيب بيقول كمان يجب علينا اننا طبعا ننظف. مصد اصلا احنا عارفين ان بيجوا هراها الفعل فيه المصدر. يبقى clean. لازم ننظف الشواطئ بانتظام. بعد كده people in nas not smoke in hospitals. it isn't allowed to do that. نفس الكلام. isn't allowed يعني غير مسموح. طيب اصلا بيقول لك الناس لا يجب ان يدخنوا في المستشفى. يبقى هنا اقول له mustn't. طيب. بعد كده نجمع مع بعض بيكون فيه عندنا سؤال مهم جدا. وهو طبعا سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا. I feel when I miss the school bus. طيب خلي بالك احنا قلن ان كلمة feel بيجي بعدها الصفة على طول. فتقول هنا I feel sad. بشعر بالحزن لما رأيته بيسفتني. بعد كده بيقول tell me not yourself. عايز يقول اخبرني عن نفسك. طيب هنا من فاش اقول on الصح ان انا اقول about. عايز يقول يعني عرفني عن نفسك يبقلو about yourself. واللي بعده بيقول don't نقاط rubbish on the ground. طيب احنا اتفقنا ان كلمة don't بيجوارها المصدر. خلي بالك دي تصرف تاني. المصدر اللي هو throw o w. بعد كده بيقول you not follow the traffic rules. تتبع اشارة المرور. طبعا دي حاجة كويس. هنا تقول you must follow. يجب عليك ان تتبع اشارات المرور. سؤال paragraph زي ما قلنا ده مجاب عنه في نهاية الكتاب. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا تدريبات مجمعة من اختبارات المحافظات. بتبدأ معي بسؤال ادالك سؤال المحادسة. طيب زي ما قلنا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك. السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? طيب بيقول هنا يارا بتسأل تسنيم عن اجازتها في الاسكندرية. خلا نشوف كده. يارا بتكلم صاحبتها بتقول لها صباح الخير. طبعا لما حد يقول لك بترد بنفس التحية. فتقول كمان يبقى دي اول اجابة كده درجة مضمونة. لما تشوف صباح الخير بترد وتقول صباح النور. طيب هنا يارا سألت سؤال. الاجابة كانت انا قدتها في الاسكندرية. طيب خلي بالك هنا ده مكان. لما تيجي تسأل عن المكان بتسأل بوير. عايزة تقول قدت الاجازة فين? قد لها قدتها في الاسكندرية. يبقى هنا رقم اتنين. هقول طبعا عشان بتكلم عن ماضي. يعني اين? او انت فين يعني قضيت اجازتك? نخلي بالنا من حاجة بقى. استخدمنا لان الفعل جاي في ايه? في الماضي. الحاجة التانية كلمة اللي في السؤال جاي في المصدر عشان د. يبقى هنا فعلي كده بيقول الطاقس هناك عامل ايه? كامل عشان تعرف. قالت لها حاجة بعد كده قالت رائع. يبقى الطاقس ايه? يبقى الكلمة دي هتنقلها هنا في رقم تلاتة. يبقى اقول له هنا فانتاستيك. الطاقس كان عامل ايه? فقالت لها كان رائع. بعد كده سألت السؤال. جابته كانت اي ايت فش. يعني انا اكلت سمك. فاكيد بتسألها اكلت ايه هناك? طيب ما او ماذا دي اسمها فهتقول لها بقى زي ما اتفقنا الفعل المساعدة هيجي لان الحدث هنا في الماضي. بعدين تقول يو. ممكن هنا تقول ايت او تقول دو. يعني عملت ايه هناك او اكلت ايه هناك. تنصح. what did you eat there? طيب قالت لها سمك. بعد كده قالت what else did you do there? ايه تاني اللي عملت هناك? اكتبها ايه حاجة. اسكندرية مثلا يبقى اكيد عامدت في البحر. فهتقول اي سوام. انا عمت يعني انزاسي. انا سبحت في البحر او عمت في البحر. يبقى اي سوام انزاسي. طيب بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاختياري السؤال الاول. بيقول. طيب بيقول بقى ايه اللي بيكون عندها? يعني طبقة صلبة. طبعا بتحميها. طبعا هنا بيتكلم عن السلحفاء سهلة جدا. سلحفاء يعني ترتل. بعد كده بيقول. لما مش بنحتاج الاشياء القديمة دي. احنا هنا او انت تقدر تضعهم في في ايه بقى? طبعا حاجة مش محتاجها ممكن تحطها في القمامة. قمامة اللي هي طبعا ربش. فاقوله هنا ربش. واللي بعده بيقول هنا. خلي بالك سؤال مهم. حيوان بحري بيكون عنده تمن ارجل. تمن ارجل يبقى ده الاختبوت. اختبوت اللي هو طبعا اكتبوس. فاتقول هنا اكتبوس. طيب بعد كده في نفس الصفحة برضو. هنكمل مع بعض. بيقول هنا. اف مونا نقاط. اهلت او تي في. خلي بالك بقى دي الحالة الصفرية. الرابط هنا اللي هو اف. جاي في الجملة التانية مضارعة بسيط. هيجي بعد مونا مضارعة بسيط. طيب مونا دي فعل مفرد. يبقى الفعلة اخره اس. بقوله هنا. واللي بعده بيقول هنا. برضو نفس الكلام. اده الرابط اللي هو جاي بعد منه هنا مضارعة بسيط. يجي بعده مضارعة بسيط. دي حقيقة حلمية باستخدم فيها الحالة الصفرية. ادفع المفرد يبقى قوله بيكامز مضارعة بسيط. بحط اس المضارعة البسيط. واللي بعده بيقول. طيب سهلة جدا دي. ده سؤال. عندي مصد يبقى لطول يجي وراها الفعل في المصدر. الفعل في المصدر اللي هو دو. يبقى قوله هنا. مست يو دو. واللي بعده بيقول هنا. طيب هنا عايز يقول انك انت تخوف الحيوانات والطيور لو احدست ازعاك. طيب تخيف دي اسمها يبقى والفرايتن. واللي بعده بيقول. الاشجار بتجعل الهواء يبقى ونظيف. طبعا عايز يقول صحي ونظيف. صحي يعني هالسي. واللي بعده بيقول هنا. نقاط. طيب بتكلم على انديل البحر. طبعا ده بيلدغك لو لمسته. كلمة يلدغ دي اسمها ستينج. فاقوله هنا ستينج. واللي بعده بيقول هنا. نقاط. تيتا يعني عندها خمسة وستين سنة. احنا كلنا عايز يقول بنحترم ما تقول. طيب كلمة يحترم دي اسمها ريسبكت. فاقوله هنا. الصفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض. زي ما تعودنا كتاب جيم بيعمل لنا امتحان نهائي على الوحدة الحداشر بالكامل. الامتحان ده بيبدأ معنا بسؤال سؤال نص الاستماع. طيب. السؤال ده زي ما قلنا هو عبارة عن نص صغير. النص ده بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان. ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب. النص ده موجود عندك في اخر الكتاب. علشان كده بتلاقيني بس بلك السؤال ده زي واكب كده. اقرأ النص على مهلك وابدأ اختار الاجابات اللي قدامك دي. وابدأ بعد كده. اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل. هو سؤال ده لك سؤال المحادسة. زي ما قلنا اهم حاجة انك تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? طيب. بيقول هنا. عمر and زياد are talking about sea animals. محادسة بتاعتنا بتقول انه عمر والزياد بيتكلموا عن الحيوانات البحرية. عمر هنا بيكلم زياد وبيقول له ياسر دي مبارح. we had an interesting science lesson. مبارح يعني احنا اخدنا حصة شايقة جدا في العلوم او درس شايق في العلوم. سأله سؤال قال له في الاجابة. it was about see animals. هو كان عن الحيوانات البحرية. طبعا ما قال لك يعني عن فاكد بيسأله الدرس عن ايه? هقول هنا what was it about. طبعا ما بتكلم في الماضي فبستخدم نفس الفعل المساعدة في الاجابة اللي هو was. فاقول what was it about. الدرس كان عن ايه? قال له الحيوانات البحرية. طيب بعد كده سأله سؤال كمان. قال له what animals did you learn about? طب ايه الحيوانات اللي انت تعلمت عنها? معرفش. لازم تكمل علشان تعرف. طيب هنا عمر قال له على الحيوانات دي. زياد سأله سؤال كان اجابته. yes they are dangerous. ايوة حيوانات خطيرة. اعرف منها حيوانات خطيرة. where does a stingray live? اه ادي اول سمكة اللي هي stingray. طب هو بتكلم عن جم. فانت هنا هتكتب كمان سمكة خطيرة معه. ممكن نقول مسلا شارك اللي هو سمكة القرش. والستينجري. يبقى هنا اول اجابة هيقول له. احنا يعني او انا تعلمت. عن. وتقول بقى. يعني عن طبعا الشارك اللي هو سمكة القرش. اللي هي طبعا سمكة طبعا دي نوع من انواع السمك الخطير برضو. طيب طبعا دي اجابة عادية. بنعدي كده. سأله سؤال كمان كان اجابته. yes they are dangerous. ايوة دي اسمك خطيرة. الاجابة بياس يبدأ السؤال بهل. هسأل هنا واقول. are الفعل المساعد موجود عندي في الاجابة. بسأل بي. are they dangerous? بعكس كده الفعل المساعد مع الفعل. هل هم بقى اسمك خطيرة? قال له ايوة دي اسمك خطيرة. يبقى رقم تلاتة. are they dangerous? طيب بعد كده سأله where does stingray live? بتعيش فين بقى السمكة دي. طبعا قال له حاجة وقال له is it a big fish? طبعا هنا انت ممكن تكتب مسلا الشعب المرجانية. خلقنا نقول ان كلمة الشعب المرجانية دي اسمها coral reef. فهتقول in. وتقول the coral reefs في الشعب المرجانية. وبعد ينسأله قال له بقى is it a big fish? هل بقى السمكة دي سمكة كبيرة? طبعا فهتقول له هنا. ياس تسؤال بهل? بتجاوب تقول ياس. كما. فهتقول it is. ايوة هاني هي سمكة كبيرة. طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال القطعة. طيب زي ما اتفعل اهم حاجة انك تقرأ القطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. دلوقتي نبدأ نرى القطعة بتاعتنا علشان نحل عليها. القطعة بتاعتنا بيقول هنا. البلاستيك is everywhere. البلاستيك موجود في كل حد. we use it for many different things. بيقول كمان نقدر نستخدمه في اغراض عديدة وفي اشياء مختلفة. the problem المشكلة is plastic stays in the environment for a long time. المشكلة كلها في ان البلاستيك ده بيقعد في البيئة لفترة طويلة جدا. بيكمل بيقول some of the plastic بعض البلاستيك. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض قرية القطعة. طيب كان بيقول في الصفحة اللي قبل دي ان بعض البلاستيك people الناس find on beaches is about 100 years old. بعض البلاستيك اللي الناس بتجدوا على الشواطئ عمر يعني بيوصل مئة سنة. بيكمل وبيقول we can recycle. نقدر نعيد تدوير some plastic. بعض البلاستيك. but. ولكن most of it goes into the ocean. ولكن بقى معظمه بيذهب الى المحيط. بعد كده بيقول plastic is poisonous. البلاستيك مادة سمة when animals eat it. لما الحيوانات بتاكلوا. طيب every year كل عام more than one hundred thousand sea animals. بيقول كل سنة بقى اكتر من مئة الف حيوان بحري and the birds die from plastic. وطائر بيموتوا من البلاستيك. طيب when we use plastic shooting bags. لما نستخدم حقائب بلاستيكية يعني. بيكمل بيقول we mustn't throw away these bags in rivers. بيقول ما ينفعش ابدا ان احنا نرمي هذه الحقائب في النهر مثلا. we must try to use other materials. نقدر اننا نستخدم مواد اخرى. زي ايه بقى? بيقول لك for example على سبيل المثال paper and glass with zgag. طيب. بعد كده بيقول because these are easier to recycle. بسبب بقى ان المواد دي بتكون اسهل في اعادة التدوير. خلي بالك الضمير هنا او اسم الاشارة زيس بيعود على paper way glass. الورق والزجاج. بعد كده بيقول when we use a plastic bag. لما بنستخدم حقائب التسوق البلاستيكية we should try to use it more than once. يجب علينا ان احنا نستخدمها اكتر من مرة. في الاخر بيقول it will take a long time to clean all the plastic rubbish from the beaches and the ocean. بيقول ان ده بيستغرق وقت كبير جدا اننا ننظف طبعا القمامة البلاستيكية من الشواطئ والمحيطات. but ولكن we mustn't stop trying to help our planet. ما ينفعش ابدا اننا نتوقف عن مساعدة كوكبنا. طيب بعد ما قرنا قطعة وفهمناها نبدأ مع بعض نحل اسئلة القطعة. طيب السؤال الاول بيقول هنا. زيز. بيقول هنا الضمير او الكلمة اللي تحتها الخط كلمة زيز. هي بتشير الى ايه? طبعا هنا بتشير الى paper and glass. واحنا بنقرأ ان هي بتشير الى الورق والزجاج. بعد كده بيقول كلمة يعني يعيد تدوير. الكلمة دي بتعني ايه? طبعا هي هي كلمة يعيد استخدام. فاقول له هنا واللي بعده بيقول it's better to use paper than what. كان بيقول في القطع من الافضل تستخدم الورق. افضل من ايه? طبعا افضل من البلاستيك. يبقى له هنا زين بلاستيك. طيب بعد كده بيكون عندي اسئلة مقالية على القطع برضو. نبدأ مع بعض السؤال الاول. بيقول هنا give a suitable title for the passage. اعطي عنوان مناسب للقطعة. سهلة جدا. القطعة كلها بتتكلم عن خطورة البلاستيك. فممكن نقول مثلا بلاستيك. ونقول is dangerous. البلاستيك بيكون خطير. يبقى هنا اول عنوان مناسب ان انا اقول بلاستيك is dangerous. حد تاني لو غير العنوان برضو ما فيش مشكلة. البلاستيك خطير. بعد كده. why must we try to use other materials such as paper and glass. بيقول بقى ليه لازم ان انا نستخدم مواد اخرى زي الورق والزجاج. طيب هو قال في القطعة ان المواد دي سهلة في اعادة التدوير. هقول له السبب ده. because بسبب. بسبب ان هما الورق والزجاجة هاني بتكون اسهل في اعادة التدوير. يبقى هنا رقم خمسة هقول. because they are easier to recycle. طيب بعد كده بيقول. why do you think plastic is dangerous for the life of animals? ليه تعتقد ان البلاستيك خطر على حياة الحيوانات? هو قال ان هو سام لما بيكلوه. يبقى دي اجابة سهلة. السؤال بwhy هجاب بbecause زي ما تعودنا. واقول بقى because plastic بسبب ان البلاستيك او ممكن استخدم it بسبب انه يعني. وكمل اقول is poisonous. كلمة poisonous يعني سام. بسبب ان البلاستيك سام. امتى بقى. هقول when animals eat it. بسبب ان البلاستيك بيكون سام. when animals لما الحيوانات يعني. نكمل تحت كده. هنقول when animals. نكمل تحت ونقول eat it. لما الحيوانات بتأكله. طيب. بعد كده شباب بيكون في عندنا سؤال مهم جدا برضو. وهو سؤال اختياري. نبدأ مع بعض سؤال اختياري. السؤال الاول. بيقول هنا كلمة recycle means to a. وان recycle يعني 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 التدوير بتعني ايه بقى? خلي بالك الكلمة دي لها علاقة بكلمة again. اللي هي مرة اخرى. فهتقول هنا use something again. انك تستخدم حاجة مرة اخرى. بعد كده بيقول what? نقاط to get high marks. ده السؤال خلي بالك بقى السؤال يا شباب. بيبدأ عندي بادات الاستفهام اللي هي what? عايز بعد كده فعل مساعد وبعدين الفعل وبعدين الفعل. فالصحة انك تقول what? بعدين should اللي هو الفعل المساعد. بعدين I اللي هو الفعل وبعدين do. ماذا افعل? بعد كده. in the museum we saw a note of old animal its bones where big. بيقول في المتحف احنا شفنا ايه? لسمكة قديمة. وايه كانت عظمها كبيرة جدا. العظم يبقى انت شفت كده هيكل عظمي ليه السمكة دي. هيكل عظمي يعني سكلاتها. الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها بيقول هنا. at school في المدرسة. you not talk to your friends during the listen. طيب في المدرسة انت عايز اقول بقى ما ينفعش تتكلم مع اصدقاء اثناء الدرس. طبعا ده غلط. فهنا عايز ينهي. في النهي بنستخدم. يبقى. اللي بعده بيقول هنا. when a turtle is in danger it not into its shell. لما السلحفة يعني بتكون في خطر. عايز اقول بقى ان هي بتدخل تحت الايه? الصادفة بتاعتها. طيب يبقى هنا اقول له it goes. طب خلي بالك هنا وين? دي الحالة الصفرية. يبقى عايز هنا مدرعة بسيط. ات مفرد فتقول لي goes. بعده كده بيقول نقاط is an area of land in which animals and plants are protected. ده تعريف للمحمية الطبيعي. بيقول ان هي المكان اللي يعني الحيوانات والنباتات بتكون في محمية بيتم حمايتها فيه. طبعا المحمية طبيعية اسمها nature reserve. فتقول هنا nature. بعده كده بيقول what's your favorite in this story. اللي في الاجابة Alice. Alice دي شخصية. فبيقول له ايه هي شخصيتك المفضلة في القصة. شخصية في كتاب دي اسمها character. فاقول له هنا character. بعده كده بيقول you can practice your favorite sport in the sports. نقاط. انت تقدر تتدرب على رياضك المفضلة? طبعا عايز يقول هنا في طبعا المركز الرياضي اسمه sports center. اللي بعده بيقول هنا. ده تعريف ليه البيئة? البيئة هي الهوى والمية واليابسة وكل حاجة حولينا على الارض. طيب بيئة بقى يعني environment. واللي بعده بيقول هنا. تنظيف القمامة البلاستيكية من الشواطئ والمحيط. طبعا ده بيساعدنا في حماية ايه بقى? طبعا حماية كوكبنا. كوكب يعني planet. فاقول له هنا our planet. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا سؤال correct. السؤال الاول بيقول هنا when i'm hungry i not something to eat. لما بكون جوعان ازول بقى انا خلي بالك بتناول حاجة اكلها. وين هنا دي الحالة الصفرية? جاي هنا مدرعة بسيط هيجي مدرعة بسيط. طيب i هنا بيجي معها have. واللي بعده بيقول هنا. you نقط. forget why you are doing the activity. نفس الكلام دي سهل جدا. عايز اقول انت لا يجب ان تنسى اللي هتعمله. خلي بالك بقى. عايز هنا ينهي. في الناحية بنستخدم. هتجيبها هنا منفية. فهتقول ما سنت. تحط لها طبعا ان ابو سرفتيه في الاخر. واللي بعده what? نقط. do is a rubbish. طيب احنا قلنا في حالة السؤال. الفعل المساعد بيجي الاول وبعدين الفعل. فالتا هنا بقى هتعكسها. جيب should الاول وبعدين we. اكتبها كده نقول what should we do. ماذا يجب ان نفعل? يبقى هنا should we. بعد كده بيقول what? نقط. when we boil water. طيب هنا برضو بيسأل في الرابط عندي اللي هو when? دي الحالة الصفرية عايز مضارع بسيط. مضارع بسيط بيقول لي what happens? ماذا هي احدوث? بعد كده بيكون عندي سؤال ايميل زي ما قلنا ده مجاب عنه في نهاية الكتاب. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون عندنا جزء اسئلة الخاصة بطلاب الازهر الشريف. طيب. زي ما تعودنا بيبدأ معي بسؤال الديالوك سؤال المحادسة. نفس الكلام برضو. اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك. السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه? طيب بيقول هنا. رامي بيسأل هاني عن زيارته لحديقة الحيوان. خلي نشوف كده. رامي بيكلم صاحبه بيقول له good morning. رد عليه طبعا وقال له good morning. صباح الخير. سأله اول سؤال. did you go to the zoo? هل انت زورت حديقة الحيوان? طبعا احنا عارفين الاجابة. منين يا مستر? من السطر اللي فوق? ما بيسألوا عن زيارته. بقى والاجابة بقول yes زي ما تعودنا بقى. كما اليو هتتحول الى I. وطبعا did هتنزي ما هي. واقول له yes I did. دي كده رقم واحد. بعد كده رامي سأل سؤال. اجابته كانت I saw a lot of animals. انا شفت حيوانات كتير. يبقى كده بيسأله انت شفت ايه? طيب ما او ماذا دي اسمها what? طب الفعلي المساعد هنا هجيبه ماضي. ليه? لان الفعلي في الاجابة سوء. جاي في الماضي. يبقى اول حاجة what did you see there? ايه يعني اللي انت شفته هناك? قال له الكسير من الحيوانات. طيب بعد كده قال له where there any elephants? هل بقى كان فيه افيال? طبعا ده سؤال بهال. هيقول له هنا حاجة وكمل وقال did you know that elephants eat grass? يبقى اكيد كان فيه. يبقى الاجابة هنا هيقول له ايبقى? هيقول له yes? ده سؤال بها لا. اقول yes? وبتعكس برضو. هتقول comma وهتقول there وبعدين where? ايهاني كان يوجد لانه بيسأله. بقول له تعرف ان هي بتاكل حشاش? قال له لا. طيب. بعد كده بيكون في عندنا سؤال الاختياري. السؤال الاول بيقول هنا when it's cold water not into ice. دي حقيقة هلمية. وين هنا الحالة الصفري جاي بعدها مضارعة بسيط? الجملة التانية برضو مضارعة بسيط. طيب water هنا مفرد. فهتجيب الفعالة اخره s يبقى turns. بعد كده بيقول she not join the faculty of medicine she is clever. طيب بيقول ان هي يجب ان تنضم الى كلية الطب. هي شطرة جدا. شطرة جدا يبقى له هنا she shot. يجب يعني ان هي تدخل كلية الطب. بعد كده بيقول the is the most dangerous sea animal. ايه هو اخطر حيوان بحري. طبعا احنا عارفين ان هو سمكة القرش اللي هي طبعا shark. واللي بعده بيقول هنا you should make a not to plant a tree. يجب انك انت تعمل حفرة علشان تزرع شجرة. طيب كلمة حفرة دي اسمها hole. فاقول له هنا make a hole. واللي بعده بيقول هنا a or an is the man who catches fish. طيب مين هو الراجل اللي بيصداد سمك. طبعا ده سياد السمك اسمه فاقول هنا. طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال الترتيب. نبدأ مع بعض السؤال الاول. هنا عايزك تبدأ بالفاعل اللي هو we. خلي بالك بقى الفاعل بيجي بعده منه must or mustn't. فاقول we mustn't لا يجب علينا. عايزوا بقى ان نستخدم. عايز فعلة في المصدر يبقى we mustn't use. وتكمل بقى a lot of material plastic. سهلا كده. يبقى انت بترتب الجملة. بتبدأ بالفاعل اللي هو we. لما يكون عندك must or mustn't. بيجي بعدهم الفاعل في المصدر. يبقى we mustn't use a lot of plastic materials. ليجب اننا يستخدم مواد بلاستيكية كتير. يبقى اخر حاجة هنا اقول له materials اللي هي طبعا مواد بلاستيكية. واللي بعده هتبدأ هنا بسانتياجو. طبعا قصة بتاعتنا عايز اقول ان سانتياجو هو بيكون رجل او صياد عجوز. هقول هنا سانتياجو. طبعا هقول an old fisherman. سانتياجو كان صياد يعني عجوز. فاقول هنا was an old fisherman. طيب. رقم تلاتة هبدأ هنا بكلمة a stingray اللي هي السمكة. طيب هجيب بعدها الفاعل بقى. الفاعل هنا مضف له s عشان طبعا stingray مفرد. فاقول هنا lives بتعيش. بقول المكان بقى in زائد المكان. يبقى اقول lives in the coral reef اللي هي طبعا الشعب المرجانية. يبقى اقول له هنا انزا coral reef. طيب بتعيش يعني في الشعب المرجانية. طيب بعد كده هبدأ هنا بكلمة nature اللي هي عايز اقول محمية طبيعية بقى. فاقول a nature reserve على بعضها. انت حافظها. محمية طبيعية. ما لها بقى? هقول is an area of land. ده تعريف ليه المحمية طبيعية. المحمية طبيعية بتكون وانطقها يعني من اليابسة. فاقول a nature reserve is an area of land. بعد كده سؤال paragraph ان شاء الله ده هينزله مذكرة خاصة بيه الازهر والعام. الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندنا نموذج بور سعيد التجريبي. طيب بيبدأ معايا بسؤال المحادسة في صورة اختياري. خلا نشوف كده. احمد بيكلم ياسر وبيقول له how was your last holiday ياسر. بيسأله عن اجسته يعني كيف كانت اجستك? انت هنا هتختار من الاجابات دي. طيب الحاجة الوحيدة اللي تنفع الاجازة دي هقول it was هي كانت. لاجازة غير عاقل. بس كده. اللي بعده احمد هيسأل سؤال هتختار برضو من الاسئلة دي بناء على الاجابة. الاجابة ان ياسر قال له انا رحت الغرداء. طيب يبقى بيسأل عن مكان. لما تيجي تسأل على المكان بتسأل بwhere. هتقول where did you go? اين ذهب? طيب بعد كده احمد سأل سؤال هاختاره برضو من الاسئلة دي بناء على الاجابة. الاجابة قال له. انا عمت وبنيت قلاع على الشاطئ. طيب واضح هنا بيسأله اللي انت عملته. ما وماذا دي يعني what? فهنا هتقول what did you do there? اللي انت عملته هناك. طيب احمد سأل did you buy any seven years? هل انت اشتريت اي? طبعا هاداتس كاريه. خلي بالك السؤال هنا بدأ ب did you. يبقى لما تيجي تحل هتقول yes i did. you هتحول الى i و did هتنزل زي ما هي. طيب بعد كده في نفس الصفحة برضو بيبدأ امراني على سؤال correct في صورة اختياره برضو. بيقول هنا احمد must نقاط the school rules. سهلة جدا دي. احنا قلنا ان must بيجي بعدها الفعل في المصدر. هتقول must follow. احمد يجب ان يتبع القواعد. بعد كده بيقول what should i not to come first? نفس الكلام برضو. عندي هنا should. يجي بعدها الفعل في المصدر. المصدر هنا اللي هو do. واللي بعده بيقول هنا جيزة is famous نقاط the great pyramid. الجيزة مشهورة الهرم الاكبر. خلي بالك بقى مشهور بي دي اسمها famous for. فهتقول هنا for. واللي بعده بيقول what must the animals and birds نقاط. طيب قلنا must على طول يبقى الفعل يجي في المصدر. المصدر هنا اللي هو find. الفعل بدون اضافات. واللي بعده بيقول هنا when you put a key in water. قال له it نقاط. طيب dawin. حالة صفرية. مدرع بسيط مدرع بسيط. ات مفرد بقوله. لو انت حطيت مفتاح في المياه هيغرق او بيغرق.